عايزين نوجد علاقة ما بين التماسك المجتمعي والاقتصاد والسياسي أنا مش منحزة للمحور المجتمعي ولكن أنا بشوف أنه هو من وجهة نظري أهم محور من محاور الحوار الوطني طبعاً يعني ممكن يكون فيه زملاء يختلفوا معي كل واحد شايف أن المحور بتاعه أهم بس أنا بتكلم أن الأسرة اللي هي أفرادها الأب والأم والطفل دول أهم حاجة في المجتمع هما دول نواة المجتمع مضبوط اللي جان اللي دخل محور المجتمعي لجنة الصحة، لجنة السكان، لجنة الشباب، لجنة التعليم، لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي اللي جان دي كلها اللي هي بتمس المواطن المصري من أول ما يفتح عينه الصبح لحد ما بينام بتمسه بشكل مباشر طبعاً الاقتصاد مهم والسياسة مهمة بس أعتقد أن المواطن مستني نتائج المحور المجتمعي بشكل كبير لأنه هو بيمسه بشكل مباشر صحيح، طيب أنا يعني لممكن بقى توسعي لي صدرك شوية في الكلام وأنا هتكلم بصفتي سيدة بسيطة قاعدة في البيت بسمع الموضوع وفي حوار وطني وبيطلع في التلفزيون ومشارك فيه قناة وأسماء كبيرة فممكن نقول لنفسي قدر المعلومات اللي عندي البسيط وده يعني هيفدني في إيه؟ هيفدني إيه في بيتي ووسط عيالي ومعجوزي وفي حياتي وفي الأسعار وفي الاقتصاد وأواء فلو إحنا النهار ده نستغل وجودك بشكل عام عشان نتكلم عن فايدة الحوار الوطني للست دي وولادها وجوزها هتقول لها إيه كده بكلام عرفة كابسولات؟ هقول لها إن مخرجات الحوار الوطني نتائج جويعا النتائج أقرب حاجة في الحلول هو المحور المجتمعي يعني إحنا المخرجات المفروض تكون على صيغة تشريعات اللي هي القوانين اللي بتحكم وجودها هي أيوة بسطي هل ما بقى ضح القوانين اللي بتحكم أمانها وجودها داخل المجتمع أو داخل المنطقة داخل الأسرة سواء اتعرضت لعنف من زوج اتعرضت لتحرش في الشارع التشريعات دي بتخدم إن هي تاخد حقها تعيش في أمان مظبوط الجزء التاني حاجة للمخرجات هي واقع بناتها وولادها الأسرة كامل أنا بوجه كلامي للست اللي ممكن تفاهم وتبدأ تفاهم ولادها يعني إحوار وطني تاني حاجة المخرجات بشكل تنفيذي تنفيذي دي إحنا مش محتاجين ناخد وقت تنفيذي دي قرارات الدولة بتاخد فيها أكشن على طول سريع إدراءات عاجلة مظبوط تالت حاجة الجزء التوعوي اللي بيقوم بي بعض الوزارات زي المبادرات اللي بتتعامل في محافظات الصعيد وبتتعامل في وجه بحري اللي هي خاصة بال مثلا زواج القاصرات يبدأوا ينزلوا لهم برامج توعية في عربيات بتنزل وفي اللي هو العربيات بتاعة صحة صحة مظبوط عربيات اللي هي بتاعة وزارة الصحة يعني خدمات ضرورية دي حاجات ده دي حاجات بيتاخد فيها قرارات بشكل سريع يعني لأ قرار يطلع ويتمع نتائجه سريعة نتائجه زهرة وسريعة وهتكون قريبة إن شاء الله جدا أو يمع دائجه